أوقات عصيبة يمر بها نازح مخيم الشعب بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد أن غمرت كميات كبيرة من مياه الأمطار خيامهم وتسببت بتلف ممتلكاتهم ليشهدوا نزوحا داخل نزوحهم الأول طبعا نعاني من هذه المعاناة منذ خمس سنوات منذ أن نزحنا من مديرية الوازعية في محافظة تعز نعايشين وسط هذا الأجواء من أمطار وحرارة وغيرها نشوفوا الأمطار أمس الليل كامل تغطل علينا والأفرش طبعا خاسعة ما نقدرش نرغاد ولا شي من أمس الليل والمكان كله ما طبعا الآن بتنتشر لأننا تزيد الحميات بشكل عام سواء مكرفة سهم مضنك كورونا هو ذات الحال منذ أن نزحوا من قرىهم قبل خمس سنوات فكل كارثة تحل بالمدينة يكون النصيب الأكبر عليهم حيث الخيم مهترئة ولا تقيهم حتى من لفحات الشمس ناهيك عن الأمطار التي هطلت لوقت قصير على المدينة لتتسبب هي الأخرى بزيادة معاناتهم نحن من أنص بالليل والمطار السقط فوقنا بالليل هنا وخسعنا الفرشات والكنابل ومحتاجين إلى طرابيل مع أننا هذا نشوف قدامه نحن ما ذنبنا نحن 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 وسط المطار وسط الهطار وسط المرض وسط كل شيء نحن ما ذنبنا أننا نحن خمس سنوات نحن مقادلين خلف بلادنا نحن الآن سن معذني نداءات استغاثة وجهها النازحون الوحدة التنفيذية للمخيمات والمنظمات الإنسانية وفي مقدمة كل ذلك الحكومة الشرعية إلى الالتفات لأوضاعهم التي باتت مأساوية حيث يشهد مخيم الشعب هنا في مديرية البريقة في المدينة نقصا كبيرا بالخدمات في ظل عدم قدرة عدد كبير من النازحين على تأمين أماكن تقيهم من الأمراض والسيول وحرارة الصيف الشديدة شكرا